اشتركوا في القناة على الفوز خلال الفترة المقبلة والصير ايضا نحو البطولات على ان يتم التعديل والتغيير في اللائحة فيما يخص مكفاءات الفوز والبطولات بالاضافة الى لائحة العقوبات حال التقصير او التغيب دون اذن وادعايا الاصابات والتهرب من المشاركة ومن المقرر عرض الامر على ادارة نادي الزمالك لحسن موقفها من التعديل بما يتماشى مع سياسة النادي وظروفه المالية وحضراتكم طبعا عارفين النهاردة هيقام مؤتمر صحفي طبعا لتقديم المدير الفاني الجديد لفريق نادي الزمالك ومعه الصفقات الجديدة ونروح مع حضراتكم لنادي الاهلي نادي الاهلي بيدم محمد هاني لالفئة الاولى وده طبعا بعد حسن ملف تمديد عقده مع القلعة الحمراء انتهى مسؤوله النادي الاهلي من حسن ملف تجديد عقد محمد هاني ظهير ايمن الفريق الاحمر وده لمدة ثلاث سنوات جديدة وده باعتبار عقده ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم وبيرغب مسؤوله النادي الاهلي في فرض حالة من التركيز والانضباط داخل غرفة الملابس وابتعاد اللاعبين عن التفكير في مسألة تجديد عقدهم واستقر مسؤوله النادي الاهلي على ضم هاني إلى لعبي الفئة الاولى بالفريق الاحمر وده تقديرا لجهود اللاعب الذي اصبح من العناصر الاساسية في صفوف الفريق الاحمر وأحد العناصر المهمة أيضا في منتخبنا الوطني بخلاف أنه أحد أبناء النادي الذين لم يفتعلوا أي مشاكل منذ تصعيده للفريق الأول وأخيرا الإسماعيلي بيستغنى عن خدمات صالح جمعة واللاعب بيتنازل عن مستحقاته المادية وافق مسؤوله النادي الإسماعيلي على منح صالح جمعة صانع لعاب الفريق الاستغناء الرسمي عن جهوده قبل غلق باب قيد الشتوي غدا السلساء وذلك لمنحه فرصة للانتقال لأي نادي وتنازل صالح جمعة عن مستحقاته المتأخرة لدى قلعة الدرويش ليصبح لعبا حرا وجاء هذا القرار بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ودى بعد خروج اللاعب من حساباته الفنية لمدة فترات طويلة وعلن الإسماعيلي تعقده مؤخرا مع ستة صفقات هي أحمد الشيخ وإيريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى وعلي الملواني لاعب بور فؤاد وحاتم سكر لاعب الزمالك وذي كانت أبرز أخبارنا في نشرتنا الرياضية أن تزورونا ومزيدة من تغتياط رياضية أخرى على المدار اليوم وشكرا لحضرتكم موسيقى